السلام عليكم اليوم رأنا في شارع زيغوت يوسف امام المقر تحت المجلس الولائي لولاية الجزائر العاصمة هذا البناية التي تعتبر واحدة من اجمل البنايات في الجزائر هو بالطراز هذا هو طراز المعماري الجزائري الزيري الذي انجزه في الفترة الاستعمارية لكن باستوظيف نماذج المعمارية الجزائرية اذا نروح في رحلة ما بين المقر نتعلم للشعب الولائي لولاية الجزائر العاصمة او المقر تحت ولاية الجزائر اذا هذا المقر رائع وسوف نستمر في رحلة الى حدود ساحة شهداء ونمر ببعض المقرات الدولة الجزائرية اذا احنا رأنا امام المقر تحت المجلس الولائي ونشوف النماذج تعزخرفة الجزائرية وطراز المعماري المستمد من عدة يعني دي براساج دستيل من الستيل اندالو اذا الطابع الاندالسي الموريسكي الى طابع العزماني الى بعض الطبوع وكذلك باستعمال مواد كالحجر المسقول والرخام يعني مواد نبيلة كمان يقال اذا اهنا نمر الى المقر تحت البرلمان المقر الغرفة العليا اذا هذا المقر تحت البرلمان نشوف الفخامة احتعال بناية هذي باستعمال مواد نبيلة كالحجارة والرخام وما الى ذلك مع لمسة عصرية يعني فيه لمسة عصرية في هذا البرلمان وكذلك نلاحظ ان البالاط الارضي او بتغليف الارضي هو نفسه في كل الشوارع العاصمة باللون الرمادي واللون اصفر وهنا نروح باتجاه الشارع حسين عسلة وهنا عندنا المقر انتعى الخازينة العمومية من جهة اليسرى وهنا نروح باتجاه الشارع حسين عسلة الشارع الموازي لشارع زيغوت يوسف نشوف الفخامة من تعطي راز المعماري من جزائر العاصمة حتى هو لو يعني من ناحية يعني نلاحظ انه في العمومية الشارع فيه بعض الرسوشات يعني بعض الصيانة لازم تكون فيه الصيانة كما القودرون يعني الاطراف الحاشية على القودرون لازم يتراسيوها بالترانسونوس ما يبقاش هذك القودرون مبرج هكا مكرخص يعني الحاشية لازم الحاشية هاليك تتقطع بالترانسونوس باش تبقى يعني قبالة وهنا نشوف البناية على المقر البرلمان رائعة إذن الرحلة هذه تستمر يعني فيها لربما نصف ساعة أو ساعة نحن نقدم في الفيديو هذا يعني حوالي 8 إلى 10 دقائق وستشاهدون يعني كل الرحلة في فيديوهات أخرى إذن ابقوا معنا في القناة وهنا نصل إلى فندق السافير وقاعة الموقار احنا عندنا قاعة الموقار قاعة سينما وقاعة حفلات يعني فيها حفلات موسيقية وسينما إذن هي قاعة الموقار احنا نلاحب أن القاعة ساعة الموقار هذه مغلاقة وهي كانت ملحقة بفندق السافير إذن هنا المثخل تا قاعة الموقار اللي رأي مغلاقة وعندنا هنا الورشة انتعى الترميم والتجديد انتعى فندق السافير هذه الورشة اللي ما زل يعني الأشغال هذه تاعة تجديد هذا الفندق يعني طولت كتير عرف التأخر كبير إذن نمر بسرعة إذن نخليكم تابعوا الرحلة هذه بدون ما نزل نعلق نخليكم مع الرحلان سوف نذهب باتجاه شارع عبان رمضان إذن رحلة ممتعة والسلام عليكم ممتعة حسنًا ممتعة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر